السلام عليكم لبنات نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتو ماراكوا تشوفوا هاد الفيديو اليوم ما هشارك معاكم كيكات التفاح بالكرامال جي بمقادير بسيطة جدا متوفرة في اي بيت والماذا اقتحها يجي اكتر من رائع جي خفيفة خفيفة بزاف مليحة هكذا يا مع كأس من الشاي تاع العشية ولا كأس من القهوة خليكم معايا لتتعرفوا على مقادير الوصفة جهورةhteري أحبك أنتاري قليلا سأريكم اليس انا قليلا جيد من أجل نبدأ على بركة الله في المقادر أول حاجة رحا نبدأ بها هو تحضير الكرامل بالنسبة للكرامل رحا نستعمل 130 غرام من السكر وهو ما يعادل 10 غرام من السكر donc là tout d'abord je vais commencer par la réalisation du caramel donc pour cela je vais avoir besoin de 130 g de sucre c'est l'équivalent de 10 cuillères à soupe بالنسبة للكرامل رحل 4 أحبات من البعد 5 من خمير الكيمياء 8 غرام 6 من السكر واناليا 60 غرام من السكر 60 غرام من السكر 60 غرام من السبب ثلث حبات منها التفاح ونعطي لكم المقادر بالمغرف اكده باش يجربوه اللي ما عندهمش الميزان دونك هنايا بالنسبة للكراميل راح نبدأ ندير السكر في الكاثرونة ونديرها على نوار متوسطة ونبعد كي تبدأ يبدأ يدوب الكراميل من تحت نبدأ نخلط بالمغرف حتى يدوب لقاع السكر ونعسوه باش ما يتحقلناش لنظر اتحقل ونظر لك يطرق باشيخ المقادر يجب أن يتحقل الى مقادر ثلاثة لنظر الى مقادر على مقادر فما يتحقل رائع فما يتحقل الى مقادر فما يفعل ونظر لنا الآن لنظر لهم كما يمكنكم الآن في الفيديو كما ترغب في الكرامل في الكرامل تطير فكريين ونسبة لا يمكنك الهادف كما يمكنك الهادف ونسبة لفكريين ونسبة لفكريين ونسبة لفكريين لكيسي نجد للغادرين لكيك نجد 4 أحضر 160 g لسجر 160 g لذلك لذلك 160 g صفرقك ودعوك وحسب 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 صفرقك أولا سيارة سيارة فالصفر سيارة سيارة ثم سيارة فترم الشباب 9 حائل الى الدعاء ال流الى التلسمر للmediات 透すごい يمكنك التسج sociale الالكهربائي اصut patrimوى تتاحل بالهائل تسجيل with الهواء result not geال extension في الهاتي السب إلى الماركان المعافي المضحları مغرف كبار من المارغارين دوك راح نخلط جميع المكونات فيما بعد دوك فور المارغارين ساما بري أبراكسيماتيبما 5 كيارة سوب دوك راح نضيف الفارينا بالنسبة للفارينا راح أتاخد لي تانيك 11 مغرف ومبعد راح نضيف هذيك المغرف الصغيرة من الخبيرة الكيميائية ونغرب لهم فيما بعد كنسرنون لفارين ساما بري 11 كيارة سوب دو فارين ماتنون جواجوتي ما لفور شيميك وما فودرة بات ويجوتي تميزي لدو انسان راح نخلط جرر يعني مدس لاثين ثانية ويكون خالي تاعي واجد جوتي جوتي ملانجي pendant انفران 30 سقن نتحسلو يعني على قوام هذي هو القوام اللي راح نتحسلو عليه راح نزعو فوق التفاح ونحاول كيفاش نسويه باش يجيني بشكل متجانس الفورن تاعي سخلطو دجا على 180 درجة راح ندخل الكيكا تاعي طيب كي ندخل عود الاسنان ولا السكين يخرج لناشف دونك الكيكا تاعي تكون طيبة قلبتو هنا فوق صحن التقديم وهذا هو الشكل تاعو نتمنى ان الوصفة نالت اعجابكم ورحين تتجربوها وانا نتأكدى انها راح تعجبكم لانه جي خفيفة خفيفة بزاف ولمدى اقتحا اكتر من رائع نقلكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات جديدة صلى الله consult اشتركوا 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 هيا اشتركوا 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 comme منا اشتركوا ترجمة نانسي قنقر